اشتركوا في القناة يعني ايه خير وسعادة يعني ان شاء الله باذن الله الخير قادم والسعادة والفرحة قادمة باذن الله من خلال مجموعة من الاحلام التي تظهر في المنام تبشرنا ان شاء الله امرنا هتتيسر والخير قادم والسعادة والفرحة والبهجة قادمة باذن الله خوالي اعزائي ما فيه شك ان فيه ناس كتير جدا مهمومة فيه ناس كتير جدا مكروبة ونفسها ربنا يكرمها ويفرجها عليها بانتهاء مشاكلها وانتهاء همومها وان ربنا يصل لها الامور وتسمع خبر مفرح او تعيش في سعادة وفي سلام وفي خير اخوان العزاء هنتكلم عن العلامات التي تدل على الخير والسعادة بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احب بولكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحب يفصرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة يا اخوان عزاء قبل ما ابدأ الفيديو ايه هي السعادة السعادة زي ما قلنا هو انك تعيش مرتاح البال وطبعا عشان تعيش مرتاح البال وسعيد لازم تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب كل شيء وهو القادر على انه يبدل حالك من حال الى حال وهو بايده ان انت تبقى سعيد او انت تبقى تعيس ولكن اخوان العزاء مفيش حد يجري وراء اوهام وراء حاجات مش موجودة عشان خاطر يقول اعيش في السعادة اول حاجة اخوان العزاء من الرؤى المهمة جدا عودة الميت للحياة مرة اخرى ازاي عودة الميت للحياة مرة اخرى تدل على السعادة طبعا كتير من الناس بيشوفوا اهليهم مرة اخرى فابوك او والدتك او اخوك او خالك او عمك لو هو متوفي وشوفت رجع للحياة طبعا لو رجع وجايب لك شيء وبتسم معاك وكلمك وكان لابس ملابس كويسة دي علامة اخوان العزاء على السعادة وعلامة على الخير القادم ايضا رؤية الطلاق الطلاق طبعا رؤية مكلقة جدا وخاصة ان المرأة تشوف نفسها ان هي بتتطلق او في طلاق في الرؤية دي حاجة مؤلقة جدا ولكن في حقيقة الامر رؤية الطلاق علامة على انتهاء المرض وانتهاء الهم وانتهاء الكرب والله اعلى واعلم فليشوف رؤية ان في طلاق في الحل فدي علامة على الخير والفرج القريب باذن الله كذلك الامر رؤية ارتداء الزهب في المنام ارتداء الزهب رؤية جميلة جدا وخاصة للنساء لان المرأة لو رأيت ان هي بترتدي زهب في المنام دي حاجة كويسة اما الرجل في اشارة الى انه هيخسر بعض الاشياء بالنسبة للنساء رؤية ارتداء الزهب تدل على الخير القادم والسعادة في حياتها ان شاء الله ممكن اشارة الى انجاب او زواج او تحقيق النياد غالية عندها بإذن الله وكمان رؤية شراء الزهب تدل على ان في خير قادم ورزق قادم لهذه المرأة ايضا اخوان عزيزيزياري رؤية الطفل الرضيع في المنام الطفل الرضيع اشارة مهمة جدا الى الطمقنينة وراحة البال فطبعا الاطفال هم احباب الله ورؤيتهم في المنام تبشرنا بفرحة قريبة جدا وتبشرنا بتحقيق امنيات وتبشرنا بالخير والرزق القادم ان شاء الله يعني شخص شاف نفسه ان هو ربنا رزق بمولود او ان هو مع طفل رضيع في المنام دي علامة على الخير والرزق القادم أيضا لو امرأة رأيت أن هي عندها أطفال رضعة في المنام دي بشارة لها وعلامة على تحقيق أمنيتها إن شاء الله تعالى كذلك العمر رؤية الحلويات الحلويات أو صناعة الحلويات في المنام رؤية مبشرة جدا أو أكلك كمان الحلويات والطرط والبصبوسة والحاجات دي كلها علامات مهمة جدا على الخير وعلى تحقيق الأمنيات المرأة لو رأيت نفسها أن هي بتعمل الحلويات دي علامة على أنها تسمع أخبار مفرحة جدا وأنها تعيش في سعادة قادمة إن شاء الله كذلك العمر رؤية شراء الحلويات وتوزعها على الناس بتدل أيضا على مناسبة مفرحة للشخص الرأي سواء الرجل أو امرأة وممكن تكون المناسبة دي مثلا زواج أو نجاب أو سفر أو حصول على أموال مثلا مراسة يرجع أو حقوق هترجع والله أعلى وأعلى فرؤية الحلويات رؤية جميلة جدا أيضا رؤية الملابس البيضاء في المنام من علامات الخير القادم والرزق الواسع بإذن الله الملابس البيضاء معروفة جدا إن هي بتدل على البركة بتدل على تحقيق الأمنيات كمان لو إحنا شفنا شخص في المنام لابس لبس أبيض ده بيدل على الهبة بتاعته وإن إن شاء الله الشخص ده من المميزين وإنه هيحصل معاه أمور كويسة جدا في حياته ده لو الشخص عايش ولو الشخص متوفي دي علامة على إن الشخص ده بينعم في نعيم الله والله أعلى وأعلى لأن طبعا زي ما أنتو عارفين اللبس الأبيض واللبس الأخضر من ملابس الجميلة جدا مفضلة في الأخرة فطبعا أخوان العزاء رؤية الملابس البيضاء رؤية مبشرة ليه الحي وله الميت لما نشوفها في المنام دي بتدل على الخير والسعادة القادمة وبتدل أيضا على تحقيق الأمنيات والله أعلى وأعلم نرجع أخوان العزاء للرؤية المهمة جدا اللي عليها خلاف كبير جدا وهي رؤية البكاء والحزن في المنام طيب عن ناس كتيرة جدا بتشوف نفسها بتبكي في المنام وبتشوف نفسها حزينة في المنام أخوان العزاء الحزن والبكاء في المنام من أفضل الرؤى التي تدل على الخير القادم لو الشخص عنده هم وعنده كرب ويشوف نفسه أنه هو بيبكي في المنام وبيبكي بحرقة وطبعا البكاء هنا لازم يكون فيه شرط مهم جدا متوفر وهو أن الشخص اللي بيبكي ما يكونش بينوح يعني بكاء طبيعي جدا من غير صوت دي علامة على الخير القادم أما لو البكاء بصوت وبنويح ده بيدل على أن فيه شيء مش كويس هيحصل والله أعلى وأعلى أيضا إخوان العزاء رؤية الأشجار في المنام أو الاستظلال بالشجر في المنام يعني هي الاستظلال بالشجر؟ يعني الشخص يشوف نفسه أنه هو قاعد تحت شجرة مستظل بيها من الحر طبعا الدنيا حواليك كلها مثلا شمس وحر وإنت قاعد تحت شجر أو تحت مجموعة من الأشجار والهوى جاي عليك والضلة طبعا رؤية جميلة جدا تدل على الخير والرزق القادم وتدل على تحقيق الأمنيات والله أعلى وأعلى طبعا إخوان العزاء دي كانت مجموعة من الأحلام المبشرة والأحلام التي تدل على الخير والسعادة القادمة بإذن الله أتمنى أخوان العزاء أن الفيديو يكون عجبكم لا تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله